أهلا بحضراتكم من جديد والأهلي ينتخب عندما ينتخب الأهلي فلابد من توضيح كل الإجراءات لهذا الانتخاب المهم جدا ولهذا الانعقاد للجمعية العمومية ومعنا الدكتور سعد شلبي كنا نتحدث قبل الفاصل عن لائحة النظام الأساسي للنادي اللي الجمعية العمومية صوتت عليها بحضور كثيف زاد عن 16 ألف عضو وقتها وضعت كثير من البنوت حتى في تشكيل مجلس الإدارة وحدك أشرت قبل الفاصل إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين التشكيل حتى في تشكيل المجلس يعني زي ما حضرتك ذكرت كده يمكن لو تتذكر حضرتك اللايحة اللي تم إجراء الانتخابات عليها كانت بتسمح بثلاث مرشحين من المرحلة السنية 35 سنة ده على الأقل يعني كان ممكن يبقى أربعة احنا هنا الدورة دي حاليا هننتخب اتنين فقط من مرشحين تحت سن 35 سنة ده كان واحد أيضا من التغيير الجوهري اللي حصل في شكل وتركيبة ديناميكية المجلس وده في الحقيقة برضو كان تغيير له فلسفته السبع أعضاء اللي موجودين هم أيضا كلهم في مراحل سنية مختلفة وبالتالي أنت هنا بتقدر تصنع جيل عنده قدرة على الاستدامة استدامة صناعة القرار في النادي الأهلي ده عهد النادي الأهلي وتاريخه بيتأسس على كده كان فيه جزء طبعا مهم جدا يتعلق أيضا بالجمعية العمومية والجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في أي مؤسسة الرياضية وفقا للمساق الأولمبي النادي الأهلي أيضا كان حريص في نظامه الأساسي على أن ده يبقى موجود أيضا السلطات حتى لما أخذ قرار بتأسيس أن سمح النظام الأساسي للنادي الأهلي باستثمار ما ورد في قانون الرياضة والسماح للأندية الرياضية بتأسيس شركات مساهمة وحدد نوع الشركات بأنها تكون شركات مساهمة رجع النادي الأهلي في نظامه الأساسي هذا الحق لموافقة الجمعية العمومية كان حريص على أن ده ما يبقى سلطة مجلس الإدارة فقط لكن رجعه تاني ولذلك النادي الأهلي عندما استطاع أن يستهز هذه الفرصة ويستثمرها بشكل قوي في نظامه الأساسي كمان حافظ على أن تكون ملكية الأصول النسبة الحاكمة فيها أيضا 51% فده واحد من مميزات النظام الأساسي اللي يتم عليه الانتخابات ده مش بس كده ده هو النادي الأهلي كمان فعل هذا النظام على أرض الواقع بممارسة عملية ليكون الأهلي دائما في المقدمة يعني معظم النظم الأساسية للأندية الموقرة اللي عملت هذا الشأن لحد الوقت لسه ما حطتش ده ما حيز التنفيذ لكن النادي الأهلي دايما بيبقى دايما في الرياضة عندما يقول ويختار وينتخب وتقر الجمعية العمومية شيء سوف تجد مجلس الإدارة يبادر بسرعة التنفيذ فكان هناك سلاسة شركات بالإضافة حتى وحتى كده النادي الأهلي لو نتذكر أن القناة اللي احنا بنفتخر أن احنا موجودين بها هي تابعة لشركة النادي الأهلي للإنتاج الإعلامي وكان النادي الأهلي سابقا دائما لكل الأفكار وكل التموحات ويمكن النادي الأهلي سيظل هو الرائد الوطني في دعم النظم الأساسية للأندية الرياضية واستقلالية هذا النظام الأساسي يمكن لو حضرتك تتذكر في 2008 مع الجهة الإدارية النادي الأهلي كان وضع تصور عرضوا على الدولة المصرية والحكومة الوطنية وكان مبادرا أيضا في وضع تصور لتطوير قانون الرياضة كان هناك مساهمة فاعلة من النادي الأهلي أيضا في وضع المواد التي وضعت في الدستور المصري الجديد وفي الحقيقة ممثلين عن النادي الأهلي ثم وضع النظام الأساسي ليكون نموذجا أيضا فريدا في مجال الاستثمار في مجال حقوق الجمعية العمومية في مجال العضوية وكيفية فصل العضوية وأيضا التعامل مع الفروع الكبيرة الجديدة أيضا ده كان موجود بشكل نموذجي وفريد ولذلك كانت الجمعية العمومية زي ما بدأت الكلمة قوة الثقة عندها قوة من الثقة تمنحها لمجلس الإدارة فيكون لديه قوة القرار وبالتالي عندما يكون لديك قوة القرار فأنت تستطيع أن تفعل المستحيل الحاجات كل دي مع بعضها بتأدي إلى تفرد النظام الأساسي في الحقيقة للنادي الأهلي والنهاردة إن شاء الله إحنا الانتخابات القادمة سوف تكون على النظام الأساسي الجديد للنادي الأهلي وفي الحقيقة ده كمان مخلينا أكثر ديناميكية أكثر ديناميكية في اتخاذ الإجراءات والاستعداد للجمعية العمومية الموقرة القادمة في الحقيقة ولكن على الرغم من استقلالية النادي الأهلي في نظامه الأساسي إلى النادي الأهلي حريص على التعاون الكبير والاحترام والتقدير لكل المؤسسات الوطنية الرقابية على أعمال الأندية لديه تعاون كامل مع اللجنة الأولمبية الوطنية التي يمنحها القانون بالإشراف على الأندية الرياضية وعملنا حاجة فريدة جدا جدا في الحقيقة النادي الأهلي دايما بيعزز منظومة القيم الرياضية الوطنية على سبيل المثال اللجنة الأولمبية المصرية الموقرة بعتت لنا خطاب بيشير إلى أن اللجنة الأولمبية فوضت الجهة الإدارية في مهمها الإشرافية على انتخابات الأندية الرياضية على الرغم من ذلك في الحقيقة النادي الأهلي كان حريص أيضا أنه يحيط اللجنة الأولمبية علما بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بل بالعكس طلب أيضا مساهمة اللجنة الأولمبية أن ترسل لنا سلاسة أعضاء موقرين من هيئتها القضائية الموجودة لمتابعة أعمال الانتخابات حتى نضمن أيضا الدور الرياضي للمؤسسات الوطنية المصرية بالنصق بشكل كامل مع الجهة الإدارية في الحقيقة وإحنا سعداء بهذا التنصيق ده النادي الأهلي وده نظامه الأساسي اللي بيتناغم مع كل القوانين العالمية سواء المساق الأولمبي أو القوانين المنظمة للتعادات الدولية أيضا يتناغم بتوقير واحترام للقانون الوطني أيضا يحترم ويقدر المؤسسات الوطنية التي تشرف على الأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي طبعا